اليوم من الصبح اسمعنا بالعملية الامنية اللي نفذتها وزارة الداخلية بمنطقة البتاويين واللي اشرف عليها معالي الوزير عبدالامير الشمري بنفسه ومع انه العراقيين كلهم يعرفون البتاويين اشبيها ما بيها ومن يسكنها ومن يرتادها ومن يفتح محل بيها لكن نقول انه هي خطوة موفقة ومطلوبة بهذا التوقيت ومع انه مخرجات هاي العملية الامنية معروفة ومتوقعة وهي القال قبض على كم سوداني وكم مصري ومدهمة دور مشبوهة واغلاق مغزنين للمشروبات الكحولية وكذلك العثور على كم قطعة مسدس وكم مندقية وكم ختم مزور والى اخره من الامور المشهورة بهاي المنطقة وصراحة الهسة ما نعرف اش عجب الداخلية اختارت هاي المنطقة دون غيرها حتى تنفذ بها هاي عملية خاطفة والوزير بنفسه يشرف عليها لانه هاي عملية ضخمة ونوعية المفروض يسوها لمداهمة مستودعات الصواريخ صواريخ الكاتيوشة اللي تستخدمها الفصائل المسلحة او هاي عملية جبارة المفروض يسوها ضد القتل والعصابات الاجرامية اللي نفذت اختيال نور بي ام وعسر الخفاجي وفاهم الطاعي ويهاب الوزني وضد الفصيل المسلح المعروف اللي قتلوا امام جميع العراقيين منتسب بالشرطة الاتحادية بمدينة الصدر قبل ايام لمجرد انه اعترض سيارة هذا الفصيل هي شي عملية المفروض ينفذوها على تجار المخدرات ومهربين نفط اللي عملياتهم تتم امام الاجهزة او اجهزة الدولة الامنية هي شي عملية المفروض تتنفذ او تنفذ بدائرة اصلاح الكبار وسجن النساء والاحداث اللي بيها نهب وبوق ومساومة وابتزاز ورشوة وامور ثانية حتى نستحي نحكي بيها معالي الوزير المحترم اذا كل هاي العملية الامنية وهذا الجهد العسكري المنطقة البتاوين الشعبية لعدب جور في الصخر اش راح تسوي